لو حبينا نعمل تشخيص للواقع اللي منمر في هذه الأيام وعلى الكلمة اللي منستخدمها يوجد رجاء على إيه بنيت هذا الكلام لو هشخص الواقع الحقيقة وأنا مش عايز أبقى كإني محبط يعني مش أكيد أنا جاي عشان أقول يوجد رجاء فبالتأكيد مش جاي عشان أحبط اللي بيسمعني لكن الحقيقة الواقع لما تبص عليه أفضل تصنيف أو أفضل عنوان أقدر أشوفه للواقع ده موجود في صفر يقيل صح واحد فيه كده ستيتمنت فيه جملة في صفر يقيل صح واحد صعبة قوي مؤلمة جدا لكن أقدر أشوف فيها تشخيص صحيح جدا للواقع اللي احنا فيه بس للإخوة المشاهدين يقيل النبي وطبعا في العهد القديم ده اللي بيتكلم عنه القسيس فريدي صحيح أشكرك في صفر يقيل نبوة يقيل وقبل ما أقول دي أقول أنه يقيل واحد من الأنبياء الصغار اللي هما بيقدموا نبوات قصيرة وصغار مش بمعنى أنهم صغار في القيمة لكن الكتابات أصغر من الأنبياء الكبار فواحد منهم يقيل ويقيل كتب زمان قوي يمكن حوالي 780 قبل الميلاد أو حاجة زي كده وده كان قبل السبيين قبل السبي البابيلي والسبي الأشوري وكتب رسالة فيها تشخيص للواقع اللي هو كان فيه لكن بيختمها بالرجاء وعشان كده يمكن يكون مناسب أنه إحنا بنبص على الواقع دلوقتي وعندنا رجاء يمكن يكون مناسب أن نبص على نبوة يقيل العبارة اللي بقول أن هي بتشخص الواقع موجودة في يقيل واحد اتناشر قد يبست البهجة من بني البشر قد يبست البهجة من بني البشر الحقيقة التعبير صعب ويمكن يكون يعني يخض كده شوية يعني عارف يبست دي كأنه صمرة فضلت تدبل 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 لغاية ما نشفت أو شجرة فضلت تدبل لغاية ما نشفت وده تعبير لما يقيل بيحكي بيحكي عن واقع كان موجود يوقتها ساعة ما كتب كان فيه ضربة جراد كان فيه كارثة كان فيه كارثة كبيرة مرت بيها الأرض في الوقت ده الجراد هجم ويقول تعبيرات فيها يعني توصف قد إيه الخراب طال الكل الخراب اللي كان وقتها طال الكل وأنا أقوله وشوف حضرتك والمستمع الحبيب يسمع ويقارن ما بين ده وما بين الواقع اللي احنا عايشين فيه ويشوف يا ترى فيه شبه ولا ما فيه بص الخراب طال مين يقول مثلا في عدد خمسة اصحوا أيها السكارة وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع على أفواهكم المقصود بالسكارة وشارب الخمر ده تعبير في العهد الأديم بيتكلم عن الناس المتنعمين المرفهين اللي هو الناس الأغنية والمرتحين والظروف حياتهم أفضل شوي ايوان انقطع على العصير يبادوا لا اتضرروا من الخراب يبادل ده القسم الأول المتنعمين القسم الثاني نلاقي في عدد عشرة تلف الحقل ناحية الأرض لأنه قد تلف القمح جف المصمار ذابل الزيت خجل الفلاحون القطاع ده بقى مش المتنعمين دولا القطاع الناس البسطاء اللي هم عايزين الأمح دولا مش عايزين الخمر لا دولا يدوب طلبين الأمح والزيت دولا برضو مش لقيين فيوبى الأغنية تأثروا البسطاء تأثروا طب والخدمة وعمل ربنا والعبادة يقول في عدد تسعة اصحاح واحد وعدد تسعة انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب ناحية الكهنة خدام الرب يبقى هنا نلاقي قطاع تاني تضرر من الخراب ده اللي هو مين الخدمة العبادة فتحس ان الخراب وصل للكل تعال بقى سيس نزار نبص على الواقع اللي احنا فيه دلوقت لما جت خصوصا السنتين اللي فاتوا دول يعني هل المتنعمين او الاغنياء لم يعانوا لا يعانوا جدا من كل النوعيات من كل الخلفيات تفتكر يا سيس وكل الطواقف وكل الديانات وكل حاجة تفتكر حضرتك لما كنا ندخل الجروسري او السوبر ماركت واللي معاه فلوس يلاقي الرفوف فاضية مع انه معاه فلوس مش لقى حاجة اشتريها يعني كنا بنقف يعني طوابير عشان كده فالاغنية عانوا وقدام المرض عجزوا ما عرفوش يعملوا حاجة عامة الشعب والناس البسيطة اللي زينا عانوا جدا يعني معاناة غير عادية طب الخدمة وعمل عمل الرب عانى نشكر الرب يمكن التكنولوجي والانترنت ساعدنا في حاجات لكن احنا انا كأسيس كنيسة احنا قفلنا الكنيسة بامر القانون ايوه وحصل يعني كده نوع من التأثير السيء على جميع المستوات عشان كده ممكن نشوف الاية دي وكأنها بتعبر عن واقع دلوقتي يبست البهجة من الباني البشر انا ساعات كتير كنت لما بفتح الفيسبوك يا السيس نزار اشعر كأني بفتح صفحة الوفيات واو كل يوم صح وجع كل يوم ناس بترحل كل يوم اخبار مرض وكآبة انا انا عمل قراءة كده معاصرة للآية فيه آية هنا بيقولها بيقول ايه في عدد اربعة بيحكي عن الكارسة دي فضلة القمس اكلها الزحاف وفضلة الزحاف اكلها الغوغاء وفضلة الغوغاء اكلها الطيار هنا بيحكي عن الجراد وانواعه اه الدولة كنا بندرس زمان في العلوم يقول اطوار حياة الفراشة او الجراد او فدولة اطوار الحياة فيه يعني الجراد من اول ما يبتدي من اول مرحلة لغاية ما يبقى بيعرف يطير ده بيعدي باطوار او مراحل المرحلة الاولى كانوا بيسموها القمس دي لسه يعني يدوبها وبعد كده يسميها الزحاف لما يكبر شوية وبعد كده الغوغاء وبعد كده الطيار فهي مراحل او اطوار حياة الجرادة ايه اللي حصل بقى بيقول ايه بيقول المرحلة الاولى وهو لسه يدوب ما طلعش حتى اللي هو القمس كان شوية ايوه من المحصول صحيح لما كبر ووصلنا لمرحلة الزحاف كان من الباقي وبعد كده جه الغوغاء اكل من الباقي وجه في الاخر الطيار خلص على الكل اكل من الكل اخدروا ليه بس اه لو هعمل قراءة اللي هي هدية سيس نزار اقول انه في ظل اللي احنا بنشوفه دلوقتي اقول انه ما بقي من الكورونا اكلته امراض اخرى كثيرة نعم كانسر عضم اوجاع وقلم انواع امراض غير عادية جسدية فنقول فضلة الكورونا اكلته الامراض الجسدية الاخرى وما بقي من الامراض الجسدية الاخرى اكلته الامراض النفسية صح فضلة الامراض الجسدية اكلته الامراض النفسية واخر حاجة فضلة الامراض النفسية تأكله الحروب الان احنا شايفين اللي بيحصل في اوكرانيا العالم على وشك الانهيار فتشعر كده وكأنه يعني مسلسل من الوجع والقلم يحيط بالعالم دي يمكن التعبيق أو التشخيص اللي ممكن نشوفه حوالينا ونشعر كده أن القلب تقيل وأنه القنين شديد جدا حوالينا يعني اللي فهمه كمان منك أسيس أنه مش بس العالم أنه هاي موجة على الكل حتى المؤمنين عم بإنه وبيتوجعوا من الأحداث اللي عم بتصير حوالينا صحيح رمية تمانية بيقولها كده بالضبط نحن نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معا ولما نسمع الجزء ده نقول تبدل خليقة أولاد ربنا ما لهمش دعوا بالحكاية دي لكن يكمل على طول بعدها ويقول ليس هكذا فقط بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح نحن أنفسنا نقن في أنفسنا متوقعين التبني الحقيقة إحنا كمان بنقن مع الخليقة إحنا كمان جزء من هذه الخليقة المتألمة وبنتوجع لكن فيه فرق بقى اللي هو هنكمل نتكلم عنه اللي هو الرجاء إحنا لنا رجاء في وسط هذا الأنين اللي بيعاني منه الخليقة كلها اشتركوا في القناة